اشتركوا في القناة كلنا بنتمنى اولادنا ومواهبنا طبعا ان شاء الله طبعا الحلقة بتاعتنا هي كرة محريفة ولكن دايما بنظهر المواهب الكبيرة جدا بالنسبة للكرة المصرية الناس كتير جدا محتاجة انها تدعم والتوقف جنبها محتاجين نقف ونوعي ونقول للعيبة دي انتوا لعيبة كويسة بس لما يكونوا بيستحقوا بجد مش مهم ان هادلا يكون عندي مواهبة وممكن مثلا فيه ناس تضلل المواهبة ديت او فيه ناس مثلا يكون عندها مش مواهبة وفيه ناس ممكن تقولك الناس دي لعيبة موهبة لان لها مصالح وكده نتمنى طبعا نحن نحط ضق نحط ضق طبعا لكل لعيبتنا في مصر الصعيد والدكاهلية والاليوبية والغربية والمنوفية كل محافظات مصر طبعا لان احنا محتاجين كلنا نقف مع مواهبتنا في مصر محتاجين دعم من كل الناس محتاجين ان كل مداربين مصري ينظروا لكل الاقالين بتاعت المصر انه فيه ناس موهوبة جامدة جدا زي محمد صلاح كل الدنيا نفسها زي محمد صلاح كل انا يعني اقول لحضركم على الحاجة يعني انا يعني كلنا مفتقدين ان فيه حد يدي السكة في ولد في الاقالين يعني فيه مواهب جامدة جدا بس معظم الناس ما تدهاش فرصة محتاجين من كل الناس طبعا انها توقف كان في لعيبتنا والتوعية وطبعا الرياضة هي صحة للجسم العقل السليم في الجسم السليم طبعا كلنا بنتمنى للرياضة لو انها ده الواحد بدون رياضة ممكن صحيته ما بتبقاش كويسة وفيه الناس بتفقد صحتها بسبب انها ما عندهاش كدر رياضية او ما بتعتمدش على الرياضة بشكل كبير طبعا الناس ده انا طبعا باتكلم في جزء طبعا من عام بالنسبة اولياء الامور اتعب مع ابنك وحاول ان انت تدور عليه تدور عليه في الصح مش في الغلط كلنا 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 كن عندنا مواهب كبيرة جدا ولكن فيه ناس بتتسبب في خطأ فنتراجع لازم لازم يكون فيه حد سبب انك تطلع محتاجة الناس يكون فيها عندها ضمير المدربين يا جماعة لازم يكون عندهم ضمير بجد دي محتاجة اقولها الناس كلها كلها ما بتتعبش فيه ناس ما بتتعبش فيه ناس عايزة تظلم فيه مواهب جامدة جدا والله فيه مواهب جامدة جدا محمد صعدة كان في اخر الدنيا لازم كوننا اقتنع ان محمد صعدة كان لعب اقل من لعبين جامدين جدا في سنه ولكن طبعا يعني هو اشتغل على نفسه وتعب ولكن لا الكويس اللي يدفعه محتاجين الكويس اللي يدفع اللعيبة دي اللعيبة محتاجة كتير يا جماعة لازم ندي نظرة افتكر موقف لكابتر ربي ياسين طبعا يا الخلوق كابتر ربي ياسين انا انضمت للمنتخب معاه فترة والله العظيم كان بينزل محافظات محافظات بعيدة جدا عشان نشوف لعيبة راجل مدرب منتخب مصر لازم يعود وناس كلها ترشاحوا لعيب والله كان بينزل بنفسه فيه اندية عندها مبادئ وفيه ناس عندها مبادئ لابد الكل يتجمع ويقف جنب موهب مصر لان احنا ممكن معلش انت كل الناس بترمي البذرة عشان تنبت فاولادنا هم يعني البذرة الكويسة اللي احنا بنرميها فعشان نلاقيها حاجة كويسة لازم الكل يقف جنبنا يعني اتمنى من الجميع يتكاتف ويقف جنب برعيمنا واتمنى اوليه الامور يبقى عندهم الوعي الكامل والحضارة العالية والفكر العالي والشجاعة ان هم يقفوا جنب ولادهم في الصح مش في الغلق لازم تاكل كويس تشرب كويس تلتزم في حياتك تخرج بشكل مفتزم تطلع كويس حياتك لبسك دنيتك كل الكلام ده كله مهم جدا يا جماعة بالنسبة لأبراهم بتاعتنا فاتمنى ان الجميع تكاتف يقف جنب بعضه وكلنا لقينا اللي وقف جنبنا ولقينا اللي ظلمنا يعني طبعا مش اغلو السكة لنفسي انا كان لها تجارب كبيرة جدا بالنسبة للكورة وليسة عندي امل ارجع والعب تالي لان الكورة هي صحة بالنسبة لبنائد من كلها الرياضة هو عمل صحة بلك انت لعيب كورة ربنا اداك موهبة لازم لازم يعني اتحافظ على الموهبة دي لازم يعني ربنا اداك حاجة هي حسبك عليها انا بشوف بعيني بشوف بعيني مواهب كبيرة جدا بس كل الموضوع محتاجين حد يكون عنده ضمير بزعل قوي لما اسمع ان واحد يقول لي يا كابتن انا محتاج اروح نادي بس بحس ان هما الكورة بالوسطة لأ امت الكورة تكون بالوسطة كوجهة نظري لما كون انا لعيب نص النص لكن انا لعيب فت وقوي مستحيل ده المداري بتحاسب كهرباء كان في النادي الاهلي في الاول ومشي راح امدي الدنيا كنت قلبت كل لعيبة مصر دي يا جماعة كانت كلها في اندية ومشت اللي احمد سامير بتاع الدخلية لو حد يفكر بتاع منتخب الشباب برضو نفس القسم كل الناس دي عاني تفادي عاني الطبع الموضوع عايز صبر وعايز جلد كل يتكاتب فيه في جنب البراعي ويكون فيه مصدقية المهم المصدقية والضمير لو افتقد ما يتضميره المصدقية اعتقد اعتقد مش هيكون عندنا مواهب فرقة كبيرة جدا فرقة كبيرة جدا ان انا يكون عندي لعيب كويس ووظلمه فطبعا يعني مش اطول عليكم واحنا هنجيب كل مواهب من كل محافظة ومن كل بلد وهنحاول نظهر الناس ديتهم نساعد الناس دي منها تظهر ويتكلموا ويعبروا عن مشاعرهم ونجوميتهم واللي عنده مواهبهم يقولهم فان شاء الله باذن الله هنطلع فاصل كده ونرجع مع ضيوفنا ان شاء الله ومواهبنا كبيرة باذن الله طبعا ونرحب بين جوبنا الصغيرين والبرائم الجميلة وسبحان الله يعني كل واحد ما بيشوف لعيبة صغيرة بيفتكر نفسه وبيلعب وصغير والدي بيجري معايا ويروح معايا هنا وهينا وهينا فبنفرع بوششهم وجوهم ونتمنى اللي احنا أثرنا فيه والانفسنا اتوقع ان واحد من الناس عمري ما اهلي ولا والدي ولا والديتي ولا الاهلي كلهم رفضوا لي الشيء يعني كانوا بيقفوا جنبي وبيساعدوا هو طيما العقل العقل بيتحكم في نفسه يعني ان كنت انا عايزة بقى حاجة كويسة انا بساعد نفسي لو كنت انا عايزة بقى انسان وعش برضو بساعد نفسي وكل واحد بياخد نصيبه في الاخر ولكن اتمنى التوعية والارشاد يوصل للعبيتنا الصغيرة عشان تطلع بشكل كويس لازم يطلعوا بشكل كويس يا جماعة ميحتاجين الدعم ده والله طبعا هنرحب بخالد دياب ازاكي خالد ازاكي غامل يا خالد كواس الحمد لله ازاكي خالد بسمع انك لعيب كويس اوه شادي طبعا بنرحب بحمد الخياط بس انا وقابت ازاكي يا حمد عامل ايه الحمد لله طبعا هنبدأ طبعا المايك من اول خالد خالد يعني تموحاتك ايه مين اكتشفك مين يعني هوي في جنبك حاس ايه اللي ناقصك يا خالد يعني انت ايه اللي ناقصك في الكورة حاسس مني مش يعني محتاج ايه محتاجي عشان توصل مين اكتشفك محتاج ايه محتاج ايه من اللي حواليك عشان تبقى حاجة خيصة انا مش محتاج حاجة يعني يعني يا ربنا ربنا ارجع الفضل لماما طبعا وقفه الجنب وعميتلي كل حاجة ويعني ربنا ارجع الفضل لي تمام يا خالد طبعا يا عمر طبعا نفسي سؤال يعني مش انقيت حاجة عمر يعني مين اكتشفك مين وقف جنبك مين لسعبك الحمد لله انا اكتشف لي موهبتي وبعرف الام وبعرف بردك اشب بوش رجلي تمام تمام ولا مدفع حلو بردك طويل الحمد لله وبعرف اشي الكوار تمام الحمد لله انا اسمعت يا عمر انك انت يعني بيقولو عليك الصخرة في سنك يعني انا انا بيقولو عليك صخرة يعني كويس اه مدافع الصخرة طبعا انا عندي معلومة ازاك يا عمر ناس اكتشفك طب محمد يعني يعني مين اكتشفك انا طبعا انت لعبت في المقولين العرب سنة انا دي المقولين العرب ايه محمد تجربتك مع المقولين واسمعت ان انت مشيت يعني اه عدي فترة حلوة معي عديت فترة حلوة كانت فترة جميلة يا علوك انا مبش حد كان بيأثر معيك كان كل حاجة حلوة هناك كانت كل حاجة كويس لكن يا محمد انت زعلت انك انت مشيت من المقولين اه طبعا زعلت طب ايه مش محتاج تسعى لفترة الجاية يا محمد اه اضغط عن نفسي عشان تقدر ترعف مكان تاني وتشتغل طبعا شادي طبعا ايه شادي ازايك نايم ليه كده شادي نايم جدا ازايك يا شادي ايه شادي ايتم حاطك ومين ويب جنبك ومين ساعدك واا اتمان بقى طبعا تحكي لنا شادي طبعا شادي انت 2010 ومحمد 2009 وعمر 2009 وقريد 2008 واحمد 2007 طبعا انا بقى لعب كويس وشرف اهلي وقلهم يبفخرون بيا اا وبعد نجم كبير زي محمد ده اخويا محمد صلاح الكبير اه واجرف بلدي تمام اا واجرف بلدي وقلهم يبفخرون بيا تمام احمد يعني تقولي يا احمد تقولي بقى انت يعني مين اكتشفك ومين يعني حس انت نقصك يعشان توصل للسلمة انك انت تبدأ حياتك كويس انا اكتهد واشد حيل شوية تمام ويعني واشكر منتي واهلي جدا انهم ساعدوني ان انا اوصل كده تمام تمام سؤال بقى طبعا هل يعني الكورة بتقصى بتقصى على دراستك يعني بتوقفك في دراستك بتقصى على دروسك لا تمام بنسمع يا احمد المقولة دي اني مثلا يا جماعة بنسمع ان الدراسة الكورة والرياضة بتقصى على الدراسة وكلام دا فانا عايزة نسمع من وجه يعني انتوا تقولوا ان وجهة نظركم ايه لا احنا بنقدر نفرق ما بين الدراسة والكورة طب قولي كده يا عمر قولي بتفرق كده يا عمر بتفرق زيه كورة والدراسة مساءلا اعمل وقت لا وقت معين تمام كورة طبعا لا وقت معين والحمد لله بكتاح برضك في دراستي ومتفوق برضك في الرياضة يعني انت بتقدر تبقى شاطر في المدرسة وبتقدر مثلا تقدر بس يا جماعة احنا ربنا جعلنا اليوم 24 ساعة لو انا بن قدم طماع في الدنيا هنام 12 ساعة يعني لو انا طماع هنام 12 ساعة طب انا عندي 12 ساعة مش هقدر اكمل دروسي واذاكر وعمل كل حاجة وساعة التمرين طبعا انا هقدر مش امر صعبي يعني انا مش شايف ان هو امر صعب خالص يعني فانا انتوا لازم معندوكم الارشاد ده وبعدين انا صحابي كلهم دا كاترة ومهندسية وفي منهم زباط الله اكبر حاجة محترمة وانتوا كمان هتكبرو تبقوا زباط وكل حاجة بس الرياضة عمرها اقولوكو حاجة انا النهاردة راجل انا بطالب اي بني ادم في الدنيا ان انا يكون عندي 50 سنة ولعب رياضة حتى على الاقل امشي نس ساعة طب انا في ايزي شبابي ملعبش راضة ليه واحس بنفسي واحس بسحيد ان انا كويز المواده اللي احنا عايزين يقوله عمر صح عمر ولا لا صح ايه يا محمد تقولي انت بقى في الموضوع ده يا محمد ناقشتنا يعني اتناقشوا معانا كده وخشوا معانا في الخوار ايه يا المهي الدراسة بتبقى قبل الكواب ساعة تمام بيبقى موقفة بيبقى 12 ساعة في اليوم تمام تمام مثلا بواحد تمرين واجي اكمل اكمل بقى الزكر طول اليوم بعد انا انا تمام ايه تولي يا شادي يعني اخلي الكورة بتاعتي في ساعة وعد اذاكر طول النهو اخر بتذكر طول النهو ريش تدي نا شا شا طب يعني وقتة الرياضة يا شادي وقت الرياضة قدر ابا مكتاب برضك في هذا الدراسة طب واحمد تامر يا حمد يعني انا باخد مثلا بقسم اليوم اليوم بقى مثلا يعني باخد ساعتين لعب وبقى كله مذاكرة ولازم ان اكون يعني مكتاب عشان لو ما نفحتش بالكورة ابقى نافع في الدراسة براف يا حمد براف انت وضحت نقطة مهمة جدا يا جماعة لازم امسك العصية من النص يعني طبعا لازم امسك العصية من النص يعني ان هذا مثلا انا راجل بالعب كورة وراجل في الدراسة احاول امسك العصية من النص حاجة وقت مني التانية تشيلها عشان يبقى ليك مستقبل في الحياة وليك هدف يعني انا ليه موعد كورة وموعد راسه بقى اوفق بينهم الاثنين يعني الدراسة وقت والكورة وقت يعني ما وقصرش في الاثنين عشان انا لو غلطت فى حاجة ابقى فى الحاجة التانية صحيح طب ياخايت انت مثلا بتحب تبقى زي مين او انت طريقة لعبك زي مين زي النجم الكبير محمد صلاح طبع كله هيقول محمد صلاح كله هيقول محمد صلاح طبعا رمضان صبحي ماشي ومين يا عمر؟ كريس انت مدية فعلي لازم بقاليك مثلا الصخرة وقال الجمعة ماشي وانت يا شدي ادي شدي المايك اه؟ ساد يومانيل لا حاجة محترم لعيب كبير جدا ماشي جدا يا شدي هكون زي احمد حجازي احنا بنتمنى بنتمنى الموهبة ما بنذكرش اسمي يعني انا مثلا محمد صلاح لعيب كبير جدا بس النهاردة ما قدرش اقول محمد صلاح ابقى زي هو ربنا خلق فيه ميزة تمام؟ لو هنقعد نشرحها مش هيكافينا مثلا خمس ساقات نشرح طريقة محمد صلاح انا انا واحد بالناس ما بقولش ان محمد صلاح اكبر مهيبة في مصر ولكن ممكن نقول ان الظروف خدمته يعني الظروف خدمة محمد صلاح ان هو يبقى احسن لعيب في فرق والتالت عالم وحاجة كبيرة ماشاء الله مش عرفونا في الدنيا كله ولكن في عندنا مواب كبيرة جدا ولكن ربنا سبحانه لما بيجي هنا عمال انسان بيديله حاجة بتبقى غير البلدين وان شاء الله بإذن الله تبقوا نجوم كبار بإذن الله طب يا محمد يا عبدو تتمنى تكون في نادي الفترة الجاية ان شاء الله سموحة ان شاء الله سموحة وانت يا خالد الحمد لله ان شاء الله يعني ممكن استلم من عرضها التقم في سموحة النهاردة يا رب يا انتو في اختبارات زي ما احنا سمعنا قبل الهوى ان انتو في اختبارات وشغلين وربنا يا كريم بس وما فيش كرد دلوقتي بس انتو بتتشافوا لحد داية الموسم الجديد لوفق التوقية طب تقولي يا احمد مثلا انت تقولي مثلا الكورة في مصر عجبك طريقة اللاعب طريقة الاني يا رجل في نادي الاهل والزمالك اتناقشوا معايا في الكورة اه يعني هما اللي تنين للاهل والزمالك طبعا زي بعض ومش اهلين في حاجة مش قليلين كله الاتنين زي بعض نفس المساواة واحدة يعني طب يا شادي ايه ايه الاهل الاحسن ولا الزمالك ايه احنا احنا طبعا بنتكاهم على الاهل والزمالك هم مناديون كبار جدا واحسن انديها في مصر ولكن احنا بنشجع النادي اللي هو بيقع عندنا الانتماء لكن ما بنقولش مثلا ان الاهل احسن من الزمالك في حاجة طبعا انديون كبار واحنا كلهم بنشجعوا يعني النادي الاهل والزمالك لو بلعبوا فريق برا كلنا بنشجع ايه انديتنا في مصر صح ولا غلط؟ صح لان دي بلدنا احنا بنرفع على مصر وبنقول هي وهي وبنفرح كلنا ان دي مصر بلدنا بنفرح بيها وبنشجعها لان كله عائد عينا احنا بالخير طبعا ايه يا محمد تقولي طيب الكورة المصرية عجباج طب بشكل كده عاميان عجباج اه طريقة تلعب مين بتحبها يا محمد؟ هو مضان صبح حلو وعلي معلول وعلي معلول طب وعلي معلول بلحب باك شمال انت بتلعب يعني بلاي ميكر وباكي مين يعني انت باكي مين ولعب محترق وملاعب كويس انت وعمر مدافئين وخالد طبعا بيلعب حاف شمال طب يا عمر هاسألك سؤال مهم جدي انت ألاول زمالكيب؟ انا ألاول كافة طب بريال مدير ولا برشلونة؟ ريال مدريد طب ليفربول ولا بريال مدريد؟ آآ ريال مدريد طب خال اهلاو زمالكيب؟ اهلاو طب اه؟ طب برشلونة ريال مدريد؟ ريال مدريد طب ليفربول ولا بريال مدريد؟ لا ليفربول عشان محمد صلوح طب طب اسألكم سؤالة هولئة طبعا بيتعملكم حصة تدريبية كل يوم اه نعم وطبعا عارفين ان كل مدرب وللأسف في حاجة جماعة عايز اقولها للمشاهدين الاكاديميات انتشرت في مصر يعني كل مصر بتفتح اكاديميات النهاردة لازم يكون عندي نظرك وليه امر هل الرجل ده بيشتغل صح والغاية؟ لان في حاجة اسمها بناء بناء الجثمان بتاع الطفل لو انا هدل حملتها على الطفل بشكل معين ممكن مثلا يضره في حاجة في النمو جسمه وممكن اؤثر مع العائل في شيء العضلة بتاعته ما تغدش حقها وما يوصلش للفت اللي احنا عايزينه للحاجة القوية اللي احنا عايزينها فاتمنى من الناس ولو ليه الامر لازم تكون في ظهر ابنك في كل موقع وفي كل طريقة وفي كل حياتك عشان دايما تبقى انت مساند لي مساند لي في ايه بقى؟ انا شايف في الصحب غاية من وجهة نظر ممشيش الدنيا كده يعني انا ممشيش الدنيا كده صحيح خالد ولا ايه؟ صحيح طبعا جابت يعني خالد مثلا لو انت مثلا بتنعمل واحد ضد واحد لو انت بتاخد قرار في ثانية انت راجل هوف بتاخد قرار في ثانية اغذى منك باغد القرار ابلا هبقى ديك يعني خمس داياي طبعا يعني لا خمس داياي دي Fred بدي بدي جزء من الثانية يعني بدي 30 ثانية إن العشر تحتين سنة يعني عشرين خمستاشر المفوض فيينتو سانية محمد تب تقولي يا محمد لو أنت ري على واحد ضد واحد باخد الكرفقة دي عشر سوء من إمتى مسافة دي أنا بكلمكم في حاجات كرة متري طب أنا يا محمد لو أنا عندي خط التمنتاشر بتعليم وعندي فرصة أن أحط بأي وضعية برجليه لو أنا لاجي لعيد كرة هحطها على طول ولو جاي لوحد هحاول عودة رقص وعمل كده هحطها على طول هحطها على طول بدون تفكير شادي بتحب تجرب الكرة أكتر ولا تحب الباصي ولا بتحب تعملها شادي اضطرية لعبة أحب باصي ما تحبش رقص بحب رقص بتحب أي أكتر بحب رقص بحب أجرب الكرة بتجرب الكرة طب لو صاحبك راح يجيب كرة تديره الكرة ولا تقنن لا أبصيله عشان يدقل طب هل الجن هو يجيبه أنت بتحسب عليك أن أنت ساعدته في الجن أه تحسب بيتلعلي شادي لعيب كويس ولا لعيب تعبان أه أظن أنا أكون أنا اللي دخلته عشان أنا اللي نساعده طب أحمد ها مديني تابع ها قل أكون يعني لا أبصيله ونجيب الكرة يعني لوقت تحب صاحبك يجيبه لأننا دايما هل كرة كرة جامعية أنا من ضمن الناس اللي كنت بالعب طبعا فيه النادي اللي كنت بالعب فيه والناس كلها تعرفني واربا كاريم كرام عن صيقة على هوا أول أنا كنت من الناس اللي بحب رأس بحب أمسك كرة رأس الدنيا كلها بس في وقت اكتشفت يعني الكابتن وليس صلاح الدين كان مسك منتخب مصر الناشئين وجاء في التصفيات اللي عيبة في المنتخب ونادالي وقال لي إحنا عندنا كمنتخب مصر الكلمة دي أنا ما بنساش الكابتن وليس صلاح الدين هو طبعا نجم كبير جدا وفي قناوات كبيرة وراجل عظيم طبعا في الكرة وكان حريب جدا رأي كان يقول لي أنا بتحاسب كراجل لعب دولي عملت كم باص عملت كم أوفال لاب مع الباك بتاعي عملت كم كرة بالعرض جبت كم كرة في العرض دي جبت كم كرة بدماغي شطت كم شوطة لعبت سرورك للفيروت كم مرة مش دي كرة مش أنا نهضم بجعب أعمل تقييم يا جماعة فحطي تقييم عشان أقول لنفسي أن أنا عملت ماتش كويس ولا هو التقييم بإن رأصت حد يا فرد علي لا تقييم أنا بس طب أحمد توعد أهلك بإيه لو أنا هتوعد أهلك بكلمة أنا أقول لعب كبير وشرفهم جدا وشرف بلدي تمام طب تقول يعني لأهلك يعني لا من الحلقة دي من الحلقة دي تقول له توعدهم بإيه أن أنت هتبقى كويس في دراستك وفتعليه أكون متفوق في دراستي وأكون متفوق برضك في الرياضة بتاعته وأتنسك به شادي شادي طب تقول ليه أحب أشرف أشرف بلدي أني بلعب كويس وأشرف أمي اللي تعبت ماشي محمد أحب أشرف أبو وماما عشان أمي خلاله وصل لكده تمام إلى examples أحب برضك باباقى碑 أمي 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 أبوباية وأمي أمي 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 أمل أشان أمي يشجعوني اللي أنا أن ألعب كورة وأحب فالشاجعوني التالعب كورة ولأ أمي أرؤلوما أقولوني اللي أروح للأكاديمة أشان إجتلاع لا إن endless بتوصل أمي أمي أتعلم صح يا عمر برافو لو ما فيش خير مثلا في القورة رحي اتعلم مفيش خير في التعليم اروح اتعلم شاد خالد يعني لا ارفع راس ماما وطبعا الماما ديت يعني اللي توفق لك الخير في كل حاجة طبعا برافو يا خالد برافو كلمة كويسة خالد دي كويس تايد يعني لو في حاجة حلوة وحاجة وحشة ما ينفعش تقول لك حاجة وحشة وينفعش بممطق يعني لازمة انتقول لك الحاجة الحلوة طب انا عايز اقول لكو حاجة سوال مهمة جدا عشان طبعا نختم حلقيتنا طبعا انا يعني هقول كلمة مهمة جدا لكم هل وانت بتلعب وانت بتلعب هل بيبقى عندك هدف انك انت تلعب في نادي وتلعب باسم نادي ولا انتو بتلعبوا في الاكاديميات ديت ان انتو ملكوش اهداف انا عايز كلمة كلكو في صوت واحد عشان بس نختم لازم لكلنا اهداف في هدف بيبقى في هدف ايو لازم خالد نورتني وشرفتني عمر شرفتني ومورتني انا خالد كاكبتن شرفتك كبتن محمد مورتين ومشرفتين شكرا كبتن شادي ان شاء الله كبتن كلنا عمى ان وفاق ان شاء الله كبتن وهلوم دي في اسمحة ان شاء الله يا ربي ان شاء الله طبعا حلقتنا خلصت وعايز اقول كلمة مهمة جدا لكل الناس لازم عندك الوعي لان العيل في السنة ده ما بيدركش كل شيء يعني انا عايز اقول حاجة مهمة جدا مش العيل ده ادراكم بقى شاوي لكن احنا عايزين كلنا يبقى عندنا الوعي الكامل ان هنقف معاهم ونساندهم ويبقى دايما عندنا الارشاد بشكل كبير بالنسبة اللي حوالينا ان هنساعدهم ونطورهم ونقول لكل الناس ان شاء الله باذن الله من خلال البرنامج ان شاء الله بنسع نكون معاكم كل اسبوع ان شاء الله باذن الله نجيب مواب جديدة وناس نكتشفة بشكل كويس ونقف جنبهم ونساعدهم ونحاول يعني نقف جنبهم ان شاء الله يعني نورتوني وشرفتوني وساموا عليكم اشتركوا في القناة